وإلى الرياضة حيث انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للاتحاد الدولي لكرة القدم لمدربي الفدرالية المنظمة من قبل الفدرالية الشادية لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الفيفا لصالح 31 مدربا النائب الأول لرئيس الفدرالية الشادية لكرة القدم إبراهيم مافلة هو من رأس الانطلاقها آدم حسن المكاوي والتقرير الإعداد المبكر للمستقبل القريب والبعيد لرياضة كرة القدم بالتشاد هو الهدف من هذه الدورة التدريبية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح 31 مدرب معتمد لدى الفدرالية الوطنية لكرة القدم في الفدرة ما بين 28 من قسطس وحتى الواحد من سبتمبر لهذا العام وتأتي هذه الدورة في وقت تعاني فيه كرة القدم بالتشاد تحديا عويصا في البقاء بالحضيد أو الصعود إلى القمة حيث يشرف على هذه الدورة خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري ميرسيل بيرتي الذي أكد في خطابه بهذه المناسبة أهمية هذه الدورة في تاهيل المدربين وتطوير الرياضة بالإضافة إلى تطوير منهجية التدريس من خلال إعداد الهياكل المتعلقة نظريا وتطبيقيا النائب الأول لرئيس الفدرالية التشادية لكرة القدم إبراهيم فولا في كلمته لافتتاحية للدورة أشار بأن تنظيم مثل هذه الدورات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يهدف إلى تطوير مستوى رياضة كرة القدم في البلاد في مختلف المجالات وخاصة الجانب الفني وفق رؤى الفدرالية الوطنية وذلك برفع الكفاءة والخبرات للمدربين طالبا من المشاركين الإصغاء جيدا لفعالية الدورة هذا كل ما لدينا سيدتي وسادتي لهذه الساعة شكرا لكرم المتابعة تقبلوا تحيات غرفة الأخبار إلى اللقاء